فلازم اوضح وجهة نظر في كروتو الار ايك ولو انتم تابعني من زمان عارف ان انا مش باقترح الكروت ديت وليه اسباب اللي هوضحه دلوقتي. طبعا كلنا عارفين كروتو الار ايكس وموضوع التعديل دوت. ونوبي يصل على العمر اللي افتراض بتاع الكارت. وحتى اللي اختبرت الكارت كويس جدا واخدت ده منشاه. ففي الاغلى بيحصل مشكلة في الكارت بعد الفترة دية. فانا من رأي مسلا لو جيت ادهار على كارت تلات 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 ت احتاج حاجة اكتر من كده. واختار كارت الالف وستين واشغل كل العلعاب اللي انا محتاجها. وهيبقى الكارت مضمون وكل حاجة وهبقى السفات من كل الاتجاهاتي. بدل ما اجيب كارت الار ايكس عشان الافضل. بس انا في الاخر بشتري كارت مش مضمون. ودوت رأيي ولا اختار لي نفس كارت الشاشة هفكر بالنفس الطريقة. وطبعا ممكن تكون مختلف مع وجهة النظر دية. وليت اكتب لي في التعليقات رأيك في الموضوع دوت. واخر النقطة تانية ان ان انت عايز تجي بكارت الار ايكس. ويكون عايش معك لحد دلوقتي. لان انا مش بقول ان كل كارت الار ايكس وحشة. فلو انت معاك كارت ار ايكس وتمام معاك او حصل في مشكلة. في الحال تاني يعني يريد تكتب لي تعليق. على حسب تجربتك مع الكارت دية. والنقطة التانية ان الكارت عادي يكون استراد ويشتغل عادي. مش معنى ان الكارت استراد يعني اول ما تحط في الكسة تليباز. لا انت ممكن تشتري كارت استراد ويشتغل معاك عادي جدا.